المجلس الأعلى للسكان يصدر عدة قرارات تخص التعداد السكاني القادم في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني اللي رح يصر حالياً نبذة مختصرة هو موضوع التعداد السكاني منذ فترة العراق ما صار به تعداد سكاني لذلك حالياً رح يتم عمل تعداد سكاني جديد في العراق لذلك أكو كثير من التوصيات والأمور اللي لازم الواحد يسويها يقول فرض حضر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و 21 تشرين الثاني المقبل لإجراء الإحصاء السكاني معالجة المتطلبات مع حكومة تقليم كردستان العراق فيما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ليس العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد استضافت رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات أما وزارة التخطيط تقول هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية انطلاق مرحلة الترقيم والحصر ضمن مراحل عمل التعداد السكاني 2024 وتستمر لمدة شهرين متتاليين 60 يوم 30 ألف باحث ينطلقون لتنفيذ عملية الحزم والترقيم والحصر الشاملة هذا من وزارة التخطيط اللي هي تقول مدة شهرين متتاليين 60 يوم هاي المرحلة مرحلة الترقيم والحصر ضمن مراحل عمل التعداد السكاني 2024 وأيضا يقول تقول 30 ألف باحث ينطلقون لتنفيذ عملية الحزم والترقيم يعني راح يطلعون 30 ألف شخص على مود عملية الحصر والترقيم لمدة شهرين 60 يوم نرجع للموضوع القبل اللي هو يكون الحضر التجوال لمدة يومين 2021 بالشهر هتمنى انه يكون جمعة وسبت يعني حتى هتمنى يصادفن بهكذا أيام هذا هو اللي من وزارة التخطيط بالمناسبة اليوم 2021 صادفة 4 و 5 هاي عطلة للخوش عطلة جتي للموظفين ترجمة نانسي قنقر